سهلا بكم في اعتقادي ان القرار العماني محرك اقتصادي تجاري ثم انه اشاروا ايضا الى انه تنفيذا لاتفاقية دولية دول مجلس التعامل الخليجي مؤخرا ارى انها تنحى منح اقتصادي مع الجميع رغم ان هناك بدأ لي ان هناك تواصلا اسرائيليا عمانيا ابانة جلالة السلطان مرحوم قابوس لكن مؤخرا بدأ ايضا ان عمان تتمسك بموقف يكاد يكون صلب تجاه تواصل مع الاسرائيليين وهذه الاتفاقية واضح انها محركة اقتصادية بحت السابعة ان تكون سياسية او اقامة حلقات ما بين البلدين طيب سيد مبارك يعني هل هناك دور سعودي في فتح المجال السيما ان السعودية في الصيف الماضي وافقت على فتح الاجواء امام طائرات الاسرائيلية نتذكر بالفعل ذاك الدور الكبير اللي قام به الرئيس بايدن عندما قدم جدة لقامة القمة السعودية الامريكية كان هناك نوعا من بداح مرونة سعودية تجاه فتح الاجواء وايضا كان محرك بالفعل محرك اقتصادي ولذلك لم نرى اي تواصل سياسي بين البلدين ولا يزال موقف سعودي موقف صلب ولذلك اعتقد كما قلت في بداية حديثية ان المحرك الخليجي في هذه الاتفاقية هو مجسور التواصل الاقتصادي الدولي وليس موجها لأي دولة فقط ليس موجها لخدمة اسرائيل بقدر ما هو الانفتاح على المجتمع الدولي بشكل عام يعني هذه الخطوة العمانية جاءت في وقت في ظل تصعيد متواصل من القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية راح ضحيتها عشرات المصابين وايضا كان هناك قتلى كيف تقرؤون هذه الخطوة وايضا توقيتها؟ وايضا جاءت في ظل وجود اليمين الاسرائيلي يعني حكومة نتنياهو يمين متطرف وتضم رموز زعمات التطرف الاسرائيلي ولذلك أقول أن هذه الخطوة بالفعل ليست خطوة سياسية بقدر ما هي خطوة اقتصادية بحتة ربما أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدور كبير في هذا الاتجاه مارساتنا من الأقناع لا أقول الضغوط مارساتنا من الأقناع للطرف الحماني لكن بالفعل يعني مارسات الاسرائيلية والعربة الاسرائيلية لا تزال مستمرة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وتجاه قضم الأراضي وتجاه نشر مستوطنات يعني هذا لا ينافي الواقع لذلك أقول أن هذه الخطوة بالفعل حتى وإن رفضتها عمان يعني ما الذي ستغير في الأفق لو رفضت عمان فتح المجال الجوي هل ستحرر إسرائيل لأراضي الفلسطينية وتعطيهم كامل حقوقهم وتقيم دول الفلسطيني أبدا سيستمر الوضع على ما هو عليه لكن أرى أن عمان نحت نحو مصالحها الاقتصادية فقط طيب سيد مبارك بما أنها نحت نحو مصالحها الاقتصادية ما الذي يمكن أن تجنيها السلطة من خطوة يعني كهذا سواء على الصعيد السياسي أو حتى الاقتصادي بكون تأكيد أن فتح المجال العماني بمعنى فتح المجال الإسرائيلي أيضا للطير العماني هو قرار متبادل ما بين الطرفين بكون تأكيد أيضا ستحقق السلطانة عمان مكاسب معنوية أيضا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وتجاه العالم الغربي الدعم لإسرائيل وهذه يعني مكاسب أيضا نأخذها في الحسبان إضافة لذلك أن هناك قرارات دولية أيضا مطالبة الدول بأكملها أن تنفذها مثل اتفاقيات الدولية وإن كانت غير مزمى لكن أنت أيضا تجد نفسك أحيانا مجبر بأن تنفذ مثل هذه اتفاقيات في حال أن تطلع يعني هناك ضغط على عمان؟ قلت أن هناك إقناع أمريكي مساعي أمريكية وبدأ لي واضح أن هناك مساعي أمريكية يعني لسبوع الماضي كان لدينا وفد أمريكي سياسي اقتصادي عسكري استخباري في الرياض تقى بممثل دول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمان العام للمجلس التعاون الخليجي أعتقد أنه بحث مثل هذه الأمور من الرياض كنت معي سيد مبارك آل عاتي كاتب ومحلل سياسي شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر